يعني أعلنت قبل قليل الطواقم الطبية فشل جهود محاولة إنقاذ الشاب والفتى محمود السعدي 17 عاما بعد أن أصيب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن وزارة الصحة قبل قليل قالت أن الشاب والفتى محمود السعدي 17 عاما أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته الخطيرة نحن الآن أمام ساحة الوداع هنا في مستشفى ابن سينة في هذه اللحظة جثمان الشهيد مسجع على الأرض وعدد من الشبان الأقرباء الأصدقاء يصلون لإلقاء نظرة الوداع عليه في هذه الأثناء يعني تتحضر العائلة من أجل أن يكون خلال الساعات القادمة انطلاق لتشييع جثمان الشهيد محمود السعدي هو وحيد أسرته وعائلته يبلغ من العمر 17 عاما وهو طالب في الثانوية العامة صباحا هذا اليوم أصيب في المنطقة الغربية بمخيم جنين بعد أن أصابه جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن ونقل بجراح صعبة وحرجة جدا إلى مستشفى ابن سينة خضع لسلسلة من العمليات الجراحية وفشلت التواقم الطبية في مساعي إنقاذ حياته هذا اليوم أصبحت شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحاف من قصة إسرائيلية وقوات معززة بآليات عسكرية إلى المنطقة الهدف في المنطقة الغربية بمخيم مدينة جنين حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا بعدد من القدائف الموجهة وتمكن من اعتقال شاب فلسطيني هناك الشاب المتاتب الباري بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بسبرة مكثفة وروع سكان المنزل في هذه اللحظات لقطات نرصدها عبر كاميرا الغد لهذا الوداع الوداع به مدينة جنين واعتادت عليه خلال الفترة الماضية في ظل المشهد الدموي الإسرائيلي والتصعيد المستمر باتجاه مدينة جنين على وجه التحديد كنقطة ارتكاز في مناطق شمال الضفة الغربية للعمليات العسكرية الإسرائيلية صباحا هذا الفترة العدد كبير من الشهداء قدمتها مدينة جنين في التصدي للاكتحامات وفي العمليات العسكرية الإسرائيلية المداهمة والاعتقالات ومحاولات التصفية التي تتعرض لها مدينة جنين هذه صور مباشرة هنا في ساحة المشفى ينتظرون وصول والد الشهيد محمود السعدي لإلقاء نظرة الوداع عليه وبعد أن ينسينا إلى مستشفى جنين الحكومي لاستكمال الإجراءات الرسمية ولاحقا سيتم الانطلاق بجتمان الشهيد من مستشفى جنين الحكومي باتجاه وسط المدينة في مدينة جنين ولاحقا إلى منزل العائلة في المنطقة الغربية بمخيم جنين ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء حصيلة كبيرة من الشهداء وسط طبعا تنديد من قبل الخارجية الفلسطينية لهذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في المدن والمناطق الفلسطينية وسط مطالبات لتحميل الإدارة الأمريكية المسؤولية وكذلك أيضا المجتمع الدول لضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بكل الأدوات لوقف التصعيد والمداهمات والاعتقالات آخر عملية كانت عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع عندما تم استهداف الشهيد فاروق سلام أحد عناصر كتيبة جنين سرايا القدس وكان يتحضر لحفل زفافة تم تصفيته هنا الشهداء ليسوا أرقام وإنما يحمل كل شهيد في تفاصيله قصة وحكاية ورواية عن حب فلسطين وعن مدى العنجهية الإسرائيلية التي تتواصل بحق الشبان الفلسطينيين عند تنفيذ عمليات الاقتحام والاستهدافات المتكررة والمتواصلة للمدن والبلدات الفلسطينية بالتأكيد هذا مشهد دموي إسرائيلي هنا اليوم يذهب ضحيته شاب في مقتبل العمر كان من المفترض أن يتوجه إلى المدرسة إلا أنه توجه إلى الجهد وإستهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة مباشرة هذا اليوم هنا في مدينة جنين وهناك أيضا لازال عدد من الإصابات هناك إصابة وصفت بالمتوسطة إلى مستقرة تخضع لسلسلة من التدخلات الطبية في هذه اللحظات كافة الإصابة وصفت مستشويات مدينة جنين إلى مستشوى جنين الحكومي وهنا إلى مستشوى ابن سينة حيث أعلن قبل قليل عن استشهاد الفتى محمود السعدي متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الدقائق القادمة من المفترض أن يصل والد الشهيد ولاحقا ستبدأ مراسم التشيع والوداع إلى أن تنتهي في مقبرة الشهداء التي زارها الفلسطينيون كثيرا هذا العام هنا في مدينة جنين على وقع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والمداهمات والاعتقالات وبالتأكيد صورة مأساوية يعيشها الفلسطينيون في مدينة جنين لكن عن حال الشارع الفلسطيني أمام المشهد الدموي فإن الشارع يؤكد على استمراره الثابت في التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي وفي الوقوف ندا أمام الآليات العسكرية الإسرائيلية سواء كان بانخراط أجيال شابة أمام الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا أمام العمليات المستمرة صباح هذا اليوم أعلنت كثيبة جنين عن استهداف جيش الاحتلال بواب الكثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة